الجبل يعلمنا دروس الجبل رمز القوة الجبل رمز الصلابة الجبل رمز الشموخ ولذلك يعني حتى أحد الشعراء كان يقول ومن يأبى صعود الجبال يعيش أبدا الدهري في الدني يعني الإنسان لما يتعامل مع الجبل الجبل يربيه ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يختلي في الجبل والنبي صلى الله عليه وسلم عنده علاقة مع الجبال مثل جبل أحد وإحنا اليوم إن شاء الله بنسافر روح المدينة منورة ونذكر لكم بعض القصص هذا الشموخ وهذه القوة وهذه الصلابة صراحة تذكرني وأنا أشوف هذا الجبل القوي الشامخ بموقف إخواننا وأهلنا في فلسطين صبر ثبات جلد قوة استعانة بالله ولذلك الله عز وجل ثبت أقدامهم ونصرهم حسب ما نشوف من النتائج الآن فهم منصورين دائما ودعائنا لهم بإذن الله